ولان نتحول إلى رمالة حيث ينضم إلينا مدير مكتبنا هناك وليد العمري ليقدم لنا إجازا لأهم ما ورد في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم إليك وليد شكرا محمد والتحية لك ولجميع المشاهدين ضيفي في هذه النافذة الزميل الصحفي أنس أبو عرقوب المتابع والمتخصص بالصحافة الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلة هذا اليوم انشغلت بالكامل بالأحداث في الضفة الغربية الجروزة المبوست قالت موجة العنف تطالوا كريات جات وبيت احتكفا وفي خبر إضافي على صفحتها الأولى نقلت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله سننتصر في هذه الموجة ضد الإرهاب وخبر آخر يقول بأن عباس يعلق الانتفاض الجديدة لكن إلى متى صحيفتها آريتس عنوانها الرئيسي قال العنف يتصعد ثلاثة أعمال طعن خلال ساعات وتصدرت صفحتها الأولى سلسلة من المقالات لكبار معلقيها الذين قال عاموس هرئيل بأن موجة العنف تغذي نفسها بنفسها وآريت شبيت تمنى لو أن رابين هو الذي يحكم في إسرائيل وقالت عميرة هيس المتخصصة بالشأن الفلسطيني أن جميع الخيارات سيئة بينما ذهب جدعون ليفي المناصر لحقوق الإنسان إلى القول بأن الكرة بيد إسرائيل وهي المتهم ودعا الافتتاحية الصحيفة إلى الإصغاء للرئيس عباس الذي يسعى للتهدئة صحيفة يدعوت أحرانة من ناحيتها اعتبرت على صدر صفحتها الأولى يوم أمس بأنه يوم الإرهاب حسب تعبيرها وصحيفة معاريف هي الأخرى تصدر العنوان الرئيسي فيها طلب نتنياه من الوزراء وعضاء الكنيسة بأنه لم يلس مسموحا لهم الدخول إلى الحرام القدسي الشريف هذه العنوين أنس كيف تقرأها أنت كمتابع هذه العنوين تشير إلى حقيقة بالنسبة للإسرائيليين مرة خلال الأيام الأخيرة تعرض الأمن الشخصي للإسرائيليين للخطر كل الإسرائيليين حتى في مدن بعيدة مثل عصقلان وحتى في كريات قد هناك دعوات لحمل السلاح وهذا يعكس المزاج العام داخل إسرائيل أيضا عدد كبير من الإسرائيليين حتى من خارج نطاق مسألة اقتحام المسجد الأقصى باتوا يشعرون أن الأمر سيرتد عليهم الأمر الآخر إسرائيل والكتاب والمحللين العسكريين يعتبرون أن مسألة فقدان الردع من ينفذ هذه الهجمات ليسوا أعضاء في تنظيماتها هؤلاء يقررون في لحظات تنفيذ هجوم ليس بالإمكان إحباط هذه الهجمات صحيح أن النتائج متواضعة ولكن هذه النتائج أفقدت الإسرائيلي الشعور بالأمن الشخصي عفر على ما ذكرته ملحق صحيفة معاليف مع هذه الخريطة يقول الحذر مواد مشتعلة وأعطى صور ليافا والناصرة وعدد من وحيفا التي شهدت مظاهرات داخل الخط الأخضر ما مصحت الصحافة الإسرائيلية في أن تعزز شعور الخوف في الشارع الإسرائيلي في هذه الفترة المتوترة الصحافة الإسرائيلية ترى من واجبها التحذير لأن العديد من الخبراء وهم أصلا ذو خلفيات عسكرية يعرفون أن هكذا تبدأ الأمور ولكن لا أحد يمكن تقدير الأمور أيضا في داخل إسرائيل داخل الخط الأخضر هناك مخاوف من اشتعال مواجهات واستمرار المواجهات التي باتت تتخذ سمة اليومية داخل الخط الأخضر وأيضا الخبراء العسكريين في معظم المعلقين وحتى تقرير عسكري للمخابرات العسكرية لم يستبعد مسألة دخول غزة رغما عن القوة المسيطرة هناك هذا على صعيد التحذير ولكن صحيفة دعوت أحنوت الأوسع انتشارا خصصت الصفحات الخمسة عشر الأولى ضمن صفحاتها الإخبارية الاثنتين والعشرين للحديث عن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية لكن الصور التي نشرتها لم تنشر ولا صورة لمصاب أو ضحية فلسطيني جميعها لإسرائيليين قالوا بأنهم تعرضوا للطعن أو تعرضوا للطعن طبعا يجب أن نتذكر أن هذه هي الرواية الإسرائيلية جزء ممن قيل أنهم حاولوا تنفيذ هجمات يتضح في الساعات حتى بحسب الرواية الإسرائيلية أنهم لم يكن ينون تنفيذ هجمات مثل قضية الشاب عند حاجز الزعيم ثبت صباح اليوم أنها حادث السير ولكن الجنود فضلوا إطلاق النار على الله وماذا يعكس هذا عندما تنقله الصحافة عندما يسارعون إلى القول أو إلى نشر الرواية الرسمية والتي يتبين بعد ساعات أنها ليست صحية الصحافة الإسرائيلية كما هو معروف وهي مسلمة هي صحافة مجندة تأتمر بأمر الرقيب العسكري صحيح قد لا تكون أوامر ولكن هذه روح القائد أو روح الضابط كما يسمونها في إسرائيل الآن الكل يهيج المشاعر وحتى القنوات الرسمية القناة الأولى تمارس نفس هذا التوجه وتقود الجمهور نحو إثارة الخوف وإثارة الرعب لتبرير أي ردود فعل ضد سواء المقدسيين وربما لتبرير خطوات انتقامية ضد الأحياء المقدسية بشكل عام وطيرة التحريض في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المقدسيين ارتفعت وهذا قد يكون مبرر لارتكاب أو تنفيذ إجراءات انتقامية وإجراءات عنصرية بحق هؤلاء وهناك دعوات لتحديد فرض قيود على حركتهم حتى داخل الخط الأخضر وهناك دعوات أيضا الإعلام الإسرائيلي يستخدم هذه الأجواء لتبرير مقاطعة اقتصادية على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وكل هذه الشغلات والزقة والعمليات الطعن هذه من العنوين في صحيفة دعوات أحرنوت وهي الأوسع انتشارا عنوين من المفترض أنها مرعبة للمواطن الإسرائيلي شكرا للزميل الصحفي أنس أبو عرقوب المتخصص والمتابع للصحافة الإسرائيلية ونعود بكم إلى محمد في الدوحة وليد العملي شكرا جزيلا لك قال عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني لصحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية ترحب بقبول المتمردين تطبيق القرار الأممي لكنها تريد أن تكون هذه الموافقة موثقة ترجمة نانسي قنقر